بسم الله الحمد لله الذي خلق الخلق بلا عناء وخلق إبليس اختبار لنا وابتلاء وقال لا تطيعوه فيصيبكم الهم والغلاء والبلاء فهو ما فعل خير منذ ما فصلت الأرض عن السماء وهو الذي خضع قابيل فسالت من أخيه الدماء وهو الذي خضع فرعون فقال يا هامان ابني صرحا وارفع البناء أفنسمع لهذا ونطيعه ونعصي رب الأراضين والسماء ارفعوا عن أعينكم الغطاء ووحدوا صاحب العظمة والكبرياء وأشهد أن لا إله إلا الله خلق الخلق وكان عرشه على الماء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أيها المؤمنون يقول ربنا تبارك وتعالى ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيما ويقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون نقف اليوم مع العباد الذي تاب الله عليهم أتقي الزاهد العابد إمام المتقين في زمانه وهو مالك ابن دينار يقول مالك ابن دينار شوفوا يا أخوان كيف تاب إلى الله تبارك وتعالى يقول مالك ابن دينار كنت أشرب الخمر وأشرب وأشرب فتزوجت جاريا فأنجبت لي طفلة سميتها فاطمة بيوم الأيام كنت أشرب مرارا وأشرب وجاءت بنتي وكسرت كلة الخمر وجاءت بيوم الثاني وكسرت كلة الخمر قلت والله لا أشرب غير اليوم بالبيت بدروح لبرو أشرب قال فذهبت إلى بعيد فذهبت وذهبت حتى أبعدت عن القرية وجلست شربت حتى ثملت يعني حتى ضيعت عقلي ثم جئت إلى البيت وابنتي فاطمة أمامي أخذتها ألاعبها وأرفعها إلى السماء فإذا سقطت من يدي على رأسها فسال دمها قلت يا فاطمة يا فاطمة فاطمة ماتت شلحت حالي إلى الطريق وذهبت وصيح مثل مجنون يا فاطمة يا فاطمة ثم أبعدت وأبعدت وجلست أشرب الخمر وأشرب الخمر حتى نمت فرأيت في المنام أن القيامة قد قامت رأيت في المنام أن القيامة قد قامت وراي تنين يعني وحش عظيم حيوان كبير يلاحقني وأنا أرقد فرأيت أمامي عجوز قلت له يا عماه يا عماه أغثني من هذا التنين قال يا مالك إني عجوز لا أقدر على ذلك وذهبت وأرقد حتى جاء أمامي نار كنت أقع فيها ثم جاء صوت قال يا مالك ارجع إنك لست من أهلها ثم رجعت فإذا بالعجوز مرة أخرى قلت يا عماه يا عماه أغثني من هذا التنين قال يا مالك إني عجوز لا أقدر على ذلك وإنك اذهب إلى الجبل سوف ترى من المسلمين من يساعدك فذهبت إلى الجبل فإذا أشرق نور من الجبل فإذا بصوت بعيد يا أبتا يا أبتا فإذا ابنتي فاطمة حضنتها وقبلتها فرفعت يدها ووقفت التنين الحيوان هذا يعني قلت يا ابنتي أخبريني أخبريني قالت يا أبي تذكر هذا التنين ترى التنين قال نعم قالت هذا عملك السيء يا أبتي تذكر هذا العجوز قال نعم قال هذا عملك الضعيف القليل يعني يا أبتي تذكر النار قالت نعم قال هذا جزاء من لم يتب إلى الله يا أبتي تذكر لما كسرت كلة الخمر قال نعم قالت ربي يريدك يحبك ويريدك أن تتوب يا أبتي ثم وضعت كفها على خدي وتقرأ ألم يأمن الذين آمنوا أن تغشع قلوبهم لذكر الله وأنا أقول الآن يا فاطمة أنا يا فاطمة أنا يا فاطمة فاستيقظ ما في فاطمة ثم ذهبت إلى البيت واغتسلت وتوضيت فإذا الإمام يؤذن الفجر ذهبت والإمام يقرأ بركعة الأولى ألم يأنن الذين آمنوا نرتل الآية ألم يأنن الذين آمنوا أن تغشع قلوبهم لذكر الله ألم يأنن الذين آمنوا أن تغشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اِعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِلَّا عَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Kardeşlerim, bugün inşallah tövbesinde sadık olup tövbesinde sadık olup Allah'a hakkıyla dönen bir Allah dostu ile baş başayız ismi Malik İbni Dinar nasıl Allah'a tövbe etti? Bu adam içki içerisindeydi, bataklık içerisindeydi Allah'ı unutmuştu ama gel gelelim Rabbim Tebareke ve Teala ona hidayet nesip etti günlerden bir gün diyor ben bir cariye evledim diyor ondan sonra bir kızım Fatıma oldu ismini Fatıma koydum derken günlerden bir gün içki içiyordum diyor geldi kızım Fatıma ve o içki şişesini kırdı diyor tekrar ertesi gün aynı şekilde içki şişesini yine kırdım diyor dedim ki vallahi artık bundan sonra hiçbir zaman evde içki içmeyeceğim uzak bir yere gittim oturdum ve içtim 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 ta ki aklımı kaybedene kadar eve geldim baktım böyle kızım Fatıma beni karşılıyor babacığım diyor babacığım diyor onu kaldırıp havaya kaldırıp indiriyordum birden elimden düşerek kafasına yere vurup kalınlar içerisine kaldı kızım ölmüştü Fatıma Fatıma diye bağırıyordum kendimi sokaklara attım deli divane gibi bağırıyordum ondan sonra uzak ellere gittim içki içtim 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 ta ki uyumuş vaziyette kendimi buldum rüyamda gördüm ki kıyametin koptuğunu gördüm ve arkamda koskoca yırtıcı bir hayvan beni kovalıyordu ben de koşuyordum karşıma yaşlı bir amcam geldi bir amca geldi dedim ki amca amca ne olur bu hayvanı görmez misin neden bana yardım etmiyorsun dedi ki ya malik benim gücüm yetmez ben zayıf biriyim yaşlı biriyim ben bununla baş edemem ve koşuyordum birden önüme ateş geldi tam ateşe düşecek iken orada bir ses geldi ya malik sen o ateşin ehli değilsin geri dön ya malik diye bir ses geldi ondan sonra dönerken yine yaşlı amcayla karşılaştım diyor yine aynı şey söyledi ama dedik ki ey malik yardım almak istiyorsan odanı görüyor musun oraya git orada müslümanlardan vardır sana yardım edecek ta ki o dağa gidince orada bir nur gözüktü birden uzaktan ey babacığım ey babacığım diye sesleniyordu baktım böyle kızım fatıma kucakladım doya doya öptüm ve elini böyle kaldırarak oradaki hayvanı durdurdu dedim ki kızım bana anlatır mısın neyin nesi bu dedi ki baba şu hayvanı gördün mü evet dedi dedi ki bu senin kötü amerindir baba dedi şu ihtiyarı gördün mü baba evet dedim dedi ki bu da senin iyi amerin baba şu ateşi gördün mü baba evet dedim bu da dedi Allah'a tövbe etmeyenlerin gideceği yerdir baba dedim ve dedi ki baba hani bir ara ben içki şişesini kırdım hatırladın mı evet dedim dedi ki Allah seni seviyor Allah seni tövbe etmesini istiyor baba ne olur tövbe et ne olur tövbe et ey babacığım diyordu ondan sonra elini yanağıma koyarak dedi ki hakkıyla iman edip hakkıyla iman edip Allah'a iman edip kalpleri saygıyla örpeceği vakit hala gelmedi mi gelmedi mi gelmedi mi diyor ben de işte o şeyi işitirken geldi ya fatıma diyorum geldi ya fatıma diyorum bir uyandım ne fatıma var ne bir şey yok hemen gittim eve abdestimi aldım ve sabah namazı okunuyordu ondan sonra baktım böyle gittim imam ilk rekatta hangi ayeti okuyor aynı kızımın bana okuduğu ayet elem ye'nenin lezine amenu hakkıyla Allah'a iman edenler kalpleri saygıyla örpeyeceği vakit hala gelmedi mi imam efendi orada okuyor ben de orada ağlayarak ağlayarak hüngür hüngür ağladım ve Allah'a döndüm bütün o günahlardan sıyrılıp haqqıyla yüce Allah'ın röbübytina uluhiyetina isim ve sifatlarına tasdik edereb Allah'a tövbe ettim أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائل المسلمين من كل ذنب فاستغفره وتوب إليه إنه هو الغفر الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله الحمد لله رب العالمين